بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة وطالبات الثانوات العامة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا معنا أبنائي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم مادة اللغة العربية عزيز الطالب عزات الطالبة اليوم تنول درسا من دروس الأدب العربي ألا وهو القصة القصيرة وكما تعلمون إحنا عندنا الفنون النثرية عندنا فيه المقام وعندنا فيه القصة القصيرة والرواية والمسرحية الأدب العربي أولا بداية القصة القصيرة شوف عزيز الطالب عزيز الطالب حنتناول في هذا الفرع القصة القصيرة وده فن من فنون نثرية اللي دايما بييجي في الامتحانات وأسئلته مباشرة وعزيز الطالب لا تشغل بالك ولا تشغل عقلك ما إذا كان الامتحان سيأتي البعض فيه أسئلة من اختار متعدد أم مقالي ولكن اهتم ونحن أجاب لك أسئلة مقالية في هذه الحلقة إن شاء الله وإنت تفهم أولا بالنسبة لي مفهوم القصة القصيرة يعني كصة قصيرة القصة القصيرة أولاد هي شكل فني من أشكال القصة لكنه يتميز بقصره ويدل على ذلك اسمها لكن هذه القصة القصيرة تتميز أو تعتبر فن بيتسم بالمرونة فيه شئ من المرونة من حيث زمن قراءة القصة أو حجم القصة فمن حيث زمن قراءة القصة هذه القصة قد تقرأ في زمن يصل في حديه الأدنى إلى بضع دقائق وقد يضع ضعف يبلغ الساعتين أما من حيث حجم القصة قد تكون القصة في أقل من ألف كلمة في حين يصل حدها الأقصى إلى 12 ألف كلمة فإن زادت على ذلك حتى 30 ألف أصبحت أو غدت رواية قصيرة أو عدت رواية قصيرة طيب إلى ما يرجع الفارق الحاسم من القصة والرواية إلى ما يرجع الفارق الحاسم بالقصة والرواية عزيز الطالب مع ملاحظة عنصر القصر فإن الفارق الحاسم بأن القصة القصيرة وبان الرواية بيرجع إلى طبيعة البناء الفني لكل من هما الذي يؤثر بطبيعة بدوره بطبيعة الحل على الشكل المكتوب يبقى إلى ما يرجع الفارق الحاسم بين الرواية والقصة هقول له بيرجع إلى طبيعة البناء الفني لكل من هما الذي يؤثر بدوره على الشكل المكتوب الذي تظهر فيه كل تهم يعني كل واحدة لها بناء فني خاص بها سواء كانت الرواية والقصة القصيرة طيب إيه فرق بين الرواية والقصة القصيرة أستاذ الرواية أولاد بتقدم حياة كاملة لشخصية واحدة أو عدة حيوات لشخص متعددين وهي حياة أو حيوات تتشابك وتتزاوى تتوازن وتتقاطع مع شخصيات أخرى تضمها الرواية وبالنسبة للزمن في الرواية يمتد بها الزمن جميعا فيصل إلى عدة أعوام كما بالنسبة للمكان تتعدد الأماكن التي تتحرك فيها الشخصيات أما بالنسبة للغة لغة الرواية أو لغة السر هي بتتسم بالإسهاب أي بالإطناق أي بالتطوير فالكاتب من أجل محاكاة الواقع والإهام به قد يتابع بعض الشخصيات أو بعض الأشياء أو المناظر ويصفها وصفا شاملا دقيقا إلى حد يبلغ حد الإملاء أحيانا ولهذا يمكن حسف بعض المشاهد أو المقاطع الحوارية دون أن يختل بناء العمل الرواية أو يتأثر على نحو المرحوظ يبقى الرواية بتقدم حياة كاملة لشخصية من الشخصيات أو عدة حيوات الشخص الزمن فيها بيمتد لعادة أعوام والأماكن متعددة كثيرة واللغة السر في الرواية بتتسم بالإيه بالإسهاب أي التطوير طيب أما القصة القصيرة القصة القصيرة أولاد ليست اختصار لقصة طويلة كما قد يتوهم بعض الكراء أو الطلاب وإنما هي عمل فني باهتماث بإحكام البناء وده سؤال جيء قبل كده في الامتحانات السنوان العامة بس القديمة ولذلك القصة القصيرة بتكون محدودة الشخصيات عدد الشخصيات فيها محدود زي ما حنشوف كده قصة الكنيسة نورت أو قصة في القطار اللي احنا ناخدها كناسة متحرر فيها محدودة أو محدودية الشخصيات أو محدودة الشخصيات ليه؟ من أجل إحكام البناء الفن والأحداث فيها قليلة والمدى الزمن فيها قصير والتعبير فيها بيتسم بالإيجاز يعني هي بالإيجاز لأن القصة القصيرة فن بيعتمد على الإيجاز لأن من سمات القصة بقصيرة التكثيف والتركيز يعني الكاتب بيركز على فكرة معينة دون أن يتناول أفكار جزئية أخرى أو أفكار فرعية فهو بيركز على فكرة زي ما احنا شوفنا كده أو هنشوف دبقتي في نص الكنيسة نورت لإبراهيم أصلاً هو بيركز على المشاهد و بيركز على مشاهد المشاركة الودانية بين الأسرتين أسرة الكاتب وأسرة عام المنصور المسيحي ليؤكد لنا المشاركة الودانية ويؤكد لنا الوحدة الوطنية فالقصة القصيرة كل وصف فيها مقصود وكل عبارة لها دلالتها حتى أن واحد من أبرز كتاب القصة القصة القصيرة والكتب الأمريكي أديغار ألمبو ذهب إلى أنه لا يمكن حسف جملة أو عبارة بل كلمة من القصة القصيرة دون أن يتأثر بناءها وقد يكون ذلك من قبل المبالغة والحرص على أحكام البناء ولكنها مبالغة لها التنفي دائما يا أولاد الأصر هي القصة القصيرة الكاتب بيلجأ إليها ليه أو إيه الغاية الفنية للقصة القصيرة طبعا الغاية الفنية للقصة القصيرة هي توصيل المتلقي توصلك رسالة بتتمثل في فكرة أو مغزة أو انطباع خاص لكنه بدلا من أن يقدم الكاتب أي منها بصورة تقريرية يقدمها لك في صورة تقريرية مباشرة ربما يعزف عنها القارئ أو لا يوليها أو لا يعطيها اهتمامه فبيجسدها الكاتب في حكاية قصصية تحاك واقع الحياة فبالتالي بتجذبه إلى متابعته والتآمل فيه والتفكير فيه ما توحي به يعني بدلا ما أقول لك مثلا إتقان العمل عزيز الطالب عزيز الطالبة إتقان العمل أقول لكم أيها الطلاب إتقان العمل يبقى أنا بقول لك إتقان العمل قلت لك دي جملة تقريرية عادية إتقان العمل إتقنوا العمل بوصوب الإغراءة إتقنوا العمل لكن غير ما أنا جبهلك في صورة قصصية ممكن أنا جبهلك في صورة قصصية تجذب القارئ أقول لك في واحد ملك من الملوك قديما عايز يقول له متكنه العمل بس يجبها لهم بطريق المباشر فجمع التلات وزراء وأعطى الكل منهم كل منهم كيسا وطلب من كل وزير أن يذهب إلى حضيقة القصر ليملأ هذا الكيس يملأه ايه من الفاكهة والثمار فالوزير الأولاني كان راجل مخلص ومتكن لعمله فذهب إلى حضيقة القصر وملأ الكيس كله بالثمار اليانعة النقدجة الثمار الجميلة هو واحد تاني لأنه راجل مخلص ووزير تاني راح جاي يعمل ايه أولاني راح جاي واخد الكيس بتاعه وراح ملأ الكيس ده ثمار عطل مع باطن يعني الثمار نقدجة مع ثمار غير نقدجة وقال لك يعني هو الملك حيشوف ده هو طالب مني كده وخلاص وراح جاي الوزير التالي راح جاي ملأ له الكيس كله خضرة وراح جاي التلاتة راح اللي قال لك يعني هو الملك حيشوف حاجة ده ما عندوش ضمير وما عندوش اخلاص في العامل وراحهم التلاتة راحين للملك راحوا التلاتة للملك راح جاي الملك أمر بحبس التلاتة وزراء قال لهم وقلوا لمدة خمساشر يوم وقلوا مما جمعتهم شوف الوزير الأولاني المخلص المطكن لعمله ها كان مما جمعه وكفى وفاض معه التالي كان الجزء اللي هو اللي السمار الحيوة والجزء التالي أصلا كان كان فاسد فبالتالي تعم فمرضع أما بالنسبة للثالث فقد مات ليه لأنه ما كانش فيه حاجة يأكلها لأنه جمع كله خضرة وما إلا زال شوف يبقى أنا بدل ما أقول لك بدل ما أقول لك أتكن العمل لا واجبها لك في صورة تكررية أجبها لك في صورة قصة صيح ليه عشان تجذبك إلى متابعة القصة تجذبك إلى التأمل فيها وفي أحداثها والتفكير في ما توحيه ليه يبقى إذن الغاية الفنية من القصة القصيرة المطلقين هذه الرسالة تتمثل فيه ثلاث حاجات فكرة مخزى انطباع خاص طيب كيف يقدمها الكاتب يقدمها الكاتب في صورة قصصية فبدل من أن يقدمها في صورة تكررية لا يهتم بها القارئ أو لا يهتم بها بل يجسدها في حكاية قصصية تحاكي الواقع الحياة فبالتالي تجذبه إلى متابعة الأحداث وتأمل فيه والتفكير في ما توحيه طيب هو أولاد الأدب العربي ده كيف ما تعرف فن القصة وعرف في العقد الثاني من القرن العشرين يبقى ما تعرف الأدب العربي الفن القصة في العقد الثاني من القرن العشرين والعقد ده أولاد يعني عشر سنوات يبقى العقد الثاني يعني في العشرين سنة أولاً من القرن يا أولاد أولاً طب إيه ما رأيت تطور القصة القصيرة طب إيه ما رأيت تطور القصة القصيرة في الأعمال الرائدة أول قصة رائدة في هذا المجال قصة سنتها الجديدة للكاتب اللبناني ميخايل نعيمة يبقى أول قصة رائدة هي سنتها سنتها من سنتها لا سنة سنة بمعنى عام سنتها الجديدة كان مولود جديد وقصة جميلة أو هحكيها لكم بعد كده وحكيها لكم في كيفين قرأوا في نصوص متحررة إن شاء الله جميلة القصة دي للكاتب اللبناني ميخايل نعيمة وقد ظهرت سنة 1944 تحت عنوان مجموعة قصصية كان مكان مش كان يا مكان لا اسمها كان مكان كان يا مكان دي اللي في المدرسة الوقعية اللي كانوا بيعتمد دي على استخدام الكلمات القريبة من لغة الحياة لكن دي اسمها كان مكان وفي قصة أخرى اسمها في القطر اللي احنا أخذها النهاردة إن شاء الله في النصوص المتحررة لمحمد تامور كتبا ست 1917 وظهرت في العام نفسي ضمن مجموعة قصصية ما تراه العيون وفي أثر هذا الكاتب مضى مجموعة أخرى بين أولاد ونفرهم آخر من الكتاب في مصر زي شحة عبيد وعيس عبيد وطاهر لاشين ثم أخذ القصة بدأت التطور على عيد على أيدي عدد كبير من الكتاب في الأجيال المحققة وكان على رأسي المولاد نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف الشروني وصنع الله الله إبراهيم وبهاء طاهر وغيرهم يبقى هذا هو ما وجد في القصة الكثيرة في الكتاب للمدرسة فهي بنا عزي الطالب عزي الطالبة نشوف الأسئلة طبعا السؤال الأولين استنتج عزي الطالب من أنا أنا شكلي من أشكال القصة أتميز بالقصر يا طرح يا طرح لأنه ركز معي القصة القصيرة والرواية الطويلة والسيرة الذاتية ولا المسرحية الذهنية طبعا إجابة جات كده على طول سريع أنا شكلي من أشكال القصة الكثيرة أتميز بالقصر لإجابة رقم ألف اللي هي القصة بإيه أولاد القصيرة طيب سؤال آخر عزي الطالبة عزي الطالبة قد تكرأ القصة الكثيرة خد بالك في زمن يصل في حد دين أدنى إلى مرة دقائق وقد يتضعف يبلغ الساعتين وقد تكون في أقل من ألف كلمة في حين يصل حدها الأقصى إلى إثنين عشر ألف كلمة استنتج مما تتصب به القصة من خلال زمن قراءته وحجمها هل يترى فيها إيجاز إلى حد كبير ولا فيه دفن فيه مرونة إلى حد كبير ولا فيه فن فيه وضوح إلى حد كبير ولا فن فيه التزام إلى حد كبير أيواني سمعك بتقول له زمن القصة زمن قراءته وحجمها يبقى دليل عن فيه مرونة يبقى الإجابة دليل أن القصة القصيرة بتسم بالمرونة أو فيها مرونة من حيث زمن قراءتها وكذلك أيضا حجم القصة بالإجابة رقم ب سؤال آخر عزيزي الطالب عزيزي الطالبة السؤال يقول لك استنتج إلى ما يرجع الفارق الحاسم بين الرواية والقصة القصيرة هل يترى الفارق يرجع إلى طول كل من هما حجمه وشكله كل من هما هل يترى البناء الفني لكل من هما ولا زمن قراءة كل من هما أيوة أنا سمعك عزيزي الطالب بتقول إلى ما يرجع الفارق الحاسم بين الرواية والقصة القصيرة أيوة ناخدناها دلوقتي البناء الفني لكل من هما البناء الفني اللي جابه رقم جيم طيب أيه الهدف من صغر حجم القصة أولادي أيه الهدف من الهدف من صغر حجم القصة ليه تقديم فكرة القارئ ولا سهولة قراءتها تبقى سائرة القراءة ولا تأكيد الهدف القارئ بتأكد لك الهدف القارئ ولا تقديم الهدف بصورة مركزة تقديم الهدف بصورة مركزة أيوة أنا سمعك بتقول له حدد الهدف من صغر حجم القصة القصيرة الإجابة رقم دل هو تقديم الهدف بصورة مركزة أي بصورة مكسفة يعني بركاتب يركز على الهدف ويكثف عليه سؤال اخر عزيز الطالب استنتك سبب تسمية القصة القصيرة بهذا الاسم هل يعترى قصر هدفها عشان هدفها قصير ولا قصر حجمها ولا قصر تراكبها ولا قصر فقراتها طبعا يجب سبقتنا على طول يبقى استنتك سبب تسمية القصة القصيرة بهذا الاسم يرجع ذلك الى رقم ما قصر حجمها سؤال اخر عزيز الطالب استنتك من سماعة القصة القصة القصيرة والرواية على الترتيب القصة القصيرة والرواية هل يعترى طول الرواية وقصره هل يعترى طول العمل وقصره هل لغة السرد وكلة الشخصيات كلة الشخصيات وقصراتها تشابكوا الاحناس وبساطتها طبعا سمعك بتقولي الاجابة رقم ايه رقم جيم الاجابة اولاد رقم ايه رقم جيم سؤال الاخر عزيز الطالب عزيز الطالب على لغة الاسهاب اي التطول يبقى رقم جيم السؤال اللي بعد كده السؤال بقولين ايه ان كل وصف مقصود وكل عبارة لها دلالاتها استنتج مبدأ من مبادئ القصة القصيرة هل يعترى مرة تانية لقراءة السؤال السؤال بقولينها كده ان كل وصف مقصود وكل عبارة لها دلالاتها استنتج من كده مبدأ مبادئ القصة ايه ايه ايوه انا سمعك بتقولي احكام يا استاذ اللي ييه البناء لان احكام البناء بيعتمد ان كل وصف مقصود وكل عبارة لها دلالاتها وان الشخصيات بكون محدودة يبقى احكام اولاد البناء سؤال اخر عزيز الطالب عزيز الطالبة السؤال بقول لي كده حدد الغاية الفنية للقصة القصيرة هل يعترى توصيل رسالة للمطلقي تتمثل في فكرة او مغزة او انطباع خاص هل توصيل رسالة تتمثل في عرض الشخصيات المرموقة هل توصيل رسالة القص في صورة اقربية هل عرض حقائق علمية ومشكلات اجتماعية عرض حقائق علمية ومشكلات اجتماعية انا سمعك بتقولي الاجابة على طول الاجابة السؤال الغاية الفنية للقصة القصيرة ايوة هي توصيل رسالة على المطلقي هذه الرسالة تتمثل في فكرة او مغزة او انطباع يبقى الاجابة رقم ايه الف وانت عزيز الطالب كده كده هتستعيني ان شاء الله بكتاب المدرسة شبا عزيز الطالب السؤال الجميل بقول لك القصة القصيرة فهي ليست اختصار لقصة طويلة قام يتوهم بعض القراء بين السبب شبا انا جبت لك هنا سؤال مقالي سؤال مقالي ويفهم اللبيب كل اللبيب بالإشارات يفهمه شوف القصة القصيرة فليست اختصار لقصة طويلة قام يتوهم بعض القراء بين السبب يبقى انا كده السبب قالي حول فالقصة القصيرة هي رحدودة الشخصية وقليلة الاحداث وهي قصيرة المدى الزمني غالبا والتعبير فابقون غاية الايجاز لان كل وصف مقصود وكل عبارة لا دلالتها حتى ان واحد من ابرز كتابها وهو الكاتب الامريكي اديدار الامبو ذهب لانه لا يمكن حسف جملة او عبارة بالكلمة من القصة القصيرة دون ان يتأثر بناؤها وقد يكون ذلك من قبيل المبالغة والحرص على حكام البناء تعاكد قبل مناخد الكنيسة نورة طبعا كان من الطبيعي جدا ان احنا نبدأ بالكنيسة نورة ولكن انا اثرت وفضلت ان ابدأ بالنصوص المتحررة وكلها مش هتفرق سواء بدأت بالليه بالكنيسة نورة كلموسك الاول بعد كده ابدأ تطبيق عليها لا انفلي كتير على اعتبار انت برضو درستها وخدتها فاحنا بناخدها على ان نبدأ بالحاجة الحلوة الجميلة اللي هي النصوص المتحررة اللي هي في الكتار خد بالك في الكتار من اللي قاتبها بقى اللي هو محمد طيمور وشوفت برضو خد بالك في الكتار ايه في الكتار دي صباح الكاتب بدأ كده القصة بتحته بس طبعا انا يعني عدلت فيها ولذلك اسمها بتصرف يعني انا اختصرت فيها بعض الاحداث بس المحافظ على المضمون والمحتوى القصة صباح الناصع الجميل يقلي عن القلب الحزين ظلماته ويرد للشيخ شبابه ونسيم عليه ينعش الأفئدة ويسري عن النفس همومها والناس تسيروا في الطريق وقد دبت في نفسهم حرارة العمل وأنا مكتائب النفسي أنظر من النأفذة الكاتب هو مكتائب النفسي ليه طرح نشوف أنظره من النأفذة لجمال الطبيعة يشوف جمال الطبيعة واسأله نفسي عن سر اكتئابها فلا احتدي لشيء تناولت ديوان ديموسيه فاكرين ديوان ديموسيه اللي كان بيطلع علي احمد شاوي لما طلع على فيكتر هوجو ديموسيه ولا مرتين فتناولت ديوان ديموسيه الفرنسي وحاولت الكراءة فلم أفلح مكثت حيناً أفكر وغادرت منزلي وصرت وأنا لا أعلم إلى أي مكان تقودني قدمهاي إلى أن وصلت إلى محطة القطار وهناك وقفت مفكراً ثم اهتديت للسفر ترويحاً لنفسي للنفسي اهتديت للسفر ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ ترويحاً مفعول لأجله مفعول لأجله منصومي علاقة جملة مقابلية تعليلية وده السبب هو ترويحاً للنفس وركبت الكطار للضيعة للأراضي ضيعة يعني أراضي وثمار وحضائق لأجد فيها نهاري بأكمله جلست في إحدى غرف أعرابات الكطار بجوار النافذ أعجب الشباك ولم يكن بها أحد من سواي وما لبثته في مكاني قليلاً حتى سمعت صوت بائع الجرائد يطن في أذني وادي النيل الأهرام المقتم دي اسم جريدة من الجرائد زمان اسمها وادي النيل وجريدة الأهرام وجريدة المقتم فتعت إحداها يعني اشتريت إحداها وهممت وهممت بالقراءة أي نهضت وعزمت بالقراءة وإذا بباب الغرفة في القطر في الكطار قد انفتح ودخل شيخ من المعممين أصمر اللون طويل القامة نحيف القوام أخرج من جيبه مسبحة أي سبحة ذات ما تحبه وحبه وجعله رد الإسم الله فحولت نظري عنه فإذا بيه أرى في الغرفة شاباً لا أدري من أين دخل علينا ولعلش انشغالي أو اشتغالي برؤية الأستاذ اللي دخل ده الأولان المعمم منعني أن أرى الشاب ساعد دخوله فمكسنا نظر الشاب إلي نظر إلي الشاب كما نظرت إليه ثم أخرج من محفظته يعني شمطته يعني أو حقيبته رواية من رواية مسامرات الشعب وهم أي عزمة بالقراءة بعد أن حول نظره عني وعن الأستاذ ونظرت للساعة راجياً أن يتحرك الكطار قبيل أن يوقفين مسافر رابع فإذا بأفندي أفندي ده كلمة تركية والضاحي الطلعة حسن الهندام دخل غرفاتنا وهو يتبغتر في مشياته هذا يدل على الغرور ويدل على الكبر وساد السكون في الغرفة والتلميس يقرأ رواياته التلميس كان قاعد يرى الرواية والأستاذ يسبح وهو غائب عن وجود والأفندي ينظر لملابسه طوراً وإلى المسلمين طرة أخرى هذا يدل على الفقر والغرور والكبر وأنا أقرأ واد النيل جريدة واد النيل منتظر أن يتحرك القطار قبل أن يوفينا مسافر خامس نكفنا هناك أي وقت قصير لا نتكلم كأننا ننتظر كدوم أحد فانفتع باب الغرفة ودخلها شيخ يبلغ الستين أحمر الوجه براك العينيني يدل لهم بشرته يدل لون بشرته على أنه شرقسي الأصل يعني من أصل شرقسي يعني تركي وكان ممسكاً مظلة أكل الظهر عليها وشرب دليل على أن هذه المظلة أو الشمسية آدي مآوي يقول لك أكل الظهر عليها وشرب سافر القطار ونحن جلوس لا ننبث ببنت شفا أي لن نتكلم لا نتكلم حتى دليل على أنه فيه هدوء وسكون حتى اقترب القطار من محطة من محطة شبرى فإذا بيه الرجل الشرقسي يحملك ويداكك نظره فيه ثم قال موجان كلامه إليه هل من أخبار جديدة يا فندي؟ فقلت لا وأنا ممسك الجريدة اللي يا جريدة ودي النين بيدي ليس فيه أخبار اليوم ما سيقول ما يلفت النظر اللهم إلا خبر اهتمام مزارة المعارب بتعميم التعليم ومحاربة الأمية ولكنه مهيد الرجل أن أتم بكلامي لأنه اختطف الجريدة من يديه دون أن يستأذني وابتدأ بقراءة مواقع تحت عينيه ولم يدهشني ما فعل لأن أعلم الناس بحدة الشراكسة عارف أن الجماعة الشراكسة دون بيتسهم بحدة الطباع وبعد قليل وصل القطار محطة شبرة وصعد منها لغرفتنا أحد عمد الأليوبية واحد عمدة يعني وهو رجل ضخم الجثة كبير ما كفى الشرقسي قليلا يقرأ الجريدة ثم طواها وألقى به على الأرض رماع على الأرض غبان وقال يريدون تعميم التعليم ومحاربة الأمية حتى ارتكي الفلاح إلى ما صاف أسياده وقد جاهلوا فالتقدت الجريدة الكاتب والتقدت الجريدة من على الأرض وقلت وأي جناية إنك ما زلت شابا لا تعرف العلاج الناجح لتربيت الفلاح أنهم يجنون جناية كبرى فقطب الشرقسي حاجب أي قال الشرقيدة يعني وعبز وقال بلهجة الغاضب هناك علاج آخر لتعليم لتربيت الفلاح وأي علاج أن تقصد وهل من علاج أنجع من التعليم إيه هو العلاج بقى ما هو العلاج فصاح الشرقسيب ملئ فيه بملء فمه وقال الصوت أي الكرباج أي العاصر إن الصوت لا يكلف الحكومة شيئا أما التعليم فيتطلب أموالا طائلة ولا تنسى أن الفلاح لا يفعن ولا يخضع إلا للضرب نوع تهده من المهد إلى اللح طيب معقولة يعني إحنا نربي الفلاح بالضرب طيب الحكومة عايزة ترفع من شيئا الفلاح عايزة ترأي الفلاح أنت يعني ليه بتقول كده فقال له العمدة إننا نعاني مع الفلاح ما نعاني لنجبح جماحه نجبح جماحه يعني نرده نخضعه ونرده عن فعله ونبنىه عن ارتكاب الجرائم فاستشاط التلميذ غضبا أي اشتاد غضب التلميذ وغضبا تعرب تمييز ولم يتك السكوت فقال التلميذ الفلاح يا حضرة العمدة لا يفعن لأوامركم إلا بالضرب لأنكم لم تعودوا غير ذلك فلو كنتم أحسنتم صنيعكم معه لكنتم وجدتم فيه أخر يتكاتف معكم ويعاونكم ولكنكم مع الأسف أسأتم إليه فعمد على الإضرار بكم تخلصا من إساءاتكم فهز العمدة رأسه ونظر للشركسي وقال هذه هي نتاج التعليم شوفت نتاج التعليم عملة إيه ووقف القطار في قليوب فقرأت الجميع السلام أي سلمت عليهم كلهم قلت لهم السلام عليكم لأن أنا ماشي وغادرتهم وصرتوا في طريقي إلى الضيعة يعني إلى الأراضي أو إلى الحديقة وأنا أكاد لا أسمع تدل على المقارب ليس سامع دوي القطار صوت القطار وصفيره وهو يعدو بين المروج الخضراء لكثرة ما يصيحه في أذني من صادر الحديث ليه كثرة له ما كانش سامع دوي القطار ليه كثرة يبقى لك تقوم لما قم لها أولاد تعليل أهي هيا بنا عزيزي الطالب عزيزي الطالبة نتناول تطبيقات فضوء نواتج التعلم السؤال الأولين بيقول لنا خذ بالك عزيزي الطالب بيقول لك ماذا قصد العمدة لنجبح جماحه هل يطرى يقصد بها إغضاعه وردعه وإزالة غضبه ولا هل أوقفه عن شره ولا هل يطرى جذبه ليقف عن السير عن الماش ولا هل إزلاله وتخويفه يعني نجبح جماحه إزلاله وتخويفه ولا إغضاعه وردعه كبح جماحه يعني أخضعه وإيه وردعه وإيه ومنعه يبقى الإجابة يا أولاد رقم إيه ألف على طول طيب استنتقى دلالة دلالة الفلاح عفوا الفلاح لا يضع إلا للضرب يعني لا يضع إلا للضرب في العبارة اللي عندنا دي اللي قدامك دي لا تنسى أن الفلاح لا يضع إلا للضرب يعني لا يضع إلا للضرب لأنه اعتدهه من المهد للنحن. إيه دلالة العبارة دي؟ هل يطرى دلالة العبارة دي بتدل على إيه؟ خد بالك كده؟ بتدل على الإساءة والقصوى للفلاح؟ هل بتدل على الإساءة أو التودد؟ الإخلاص والتودد إليه؟ نعليش شيء مكتوبة ومش مصبوطة. الإخلاص والتودد إليه؟ هل الشك والريبة في خلق الفلاح؟ هل الخوف والجبن؟ إيه الدلالة؟ لا يزعن إليه للضر؟ دي بتدل على إيه العبارة دي؟ بتدل على إيه؟ هل الإساءة والقصوى للفلاح؟ هل الإخلاص معلش مكتوبة غلط؟ إن الإخلاص والتودد إليه؟ هل الشك والريبة في خلق الفلاح؟ ولا الخوف والجبن؟ طبعا إنا سمعك بتقول دلالة العبارة بتدل على رقم آنف الإساءة والقصوى للفلاح. الإساءة والقصوى للفلاح. اسطل بعد كده عايزي تطلب. ما معنى كلمة استشاطة غضباً؟ لما قال التلميذ. فاستشاطة تلميذه غضباً. استشاطة هنا تعني. قد مالك ارتفع حماسه؟ اشتد حزنه؟ هل امتلأ اشتد عالم؟ ولا اشتد غضبه؟ ايوه أنا سمعك بتقول على طول الاستشاطة هنا تعني اشتد غضبه. رقم دال اشتد غضبه. طيب ما علاقة جملة أو استنتج علاقة جملة لكثرة ما يصيح في حزنه؟ مش دي لا متعني لي. لكثرة. اه. يبقى العلاقة الجملة بمقابلة اولاد. ايه نشوف بقى الاجابات. طبعاً انا عارف اللي هي التعليم. طب نشوف بقى كده البدائل او الاختيارات. في توضيح في توقيت في تعليم في تنويع. ايوه انا سمعك بتقول لي على طول الايه؟ التعليم. الايجابة على طول الايه؟ التعليم. السؤال اللي بعد كده اولاد. تعال كده نشوف السؤال اللي بعد كده. باي نوع الخيال. دبت وقد دبت في نفوسي ومحرارة العمل. قد مالك وقيماته الفنية. يعني ايه قيمة الفنية؟ القيمة الفنية اولاد. يعني بتوحيب ايه؟ الصورة بتدل على ايه؟ يعني ما قولك الجند المصري اسدون في الشجاعة. يبقى الجند المصري اسدون. يبقى الجند المصري اسدون. يبقى الجند المصري اسد تشبيبه ليه؟ تمام؟ يبقى ايه قيمة الفنية بيوحيب ايه؟ القيمة الفنية بتاخده من المشبه به. من المشبه به. الاسب بتوع به بالكوة بالشجاعة بالبسالة بالجرأة يبدي اسمه الكمع الفناية. اسمه الكمع الفناية. اما سر الجمال ممكن يكون تشخيص او تكسيم او توضيح فكرة. لو انت عارف. لما انت عارف عزيز الطالب انت عارف. لو انت بنتصور معناوي بانسان. معناه بانسان يبقى ده تشخيص. معناه بمادي بانسان تشخيص. معناه بمادي حاجة ما ديها يبقى تكسيم او تكسيم. فيما عادة ذلك يدي لك توضيح فكرة بلاس من سرعة لها. طب تعالى كده نشوف. بينوا الخيال وقيمات وقد دبت في نفوسهم حرارة. هي الحرارة حدوب بأولاد. طب نشوف بقى كده الاختيارات الاول. بقول لك كده. هل يعترى استعارة متنية? ابرزك جمال الطبيعة وقبال العمل. اقبال اقبال على العمل. ولا استعارة الصراحية ابرزة الامل والتفاؤل. ولا تشبيه ضمن ابرزها جمال الطبيعة. ولا كناعا موصوفه وحب العمل. طبعا انا سمعك بتقول كده الاجابة على طول رقم آآ آآ رقم آلف. استعارة متنية. صور الحياة كأنها آآ بص دبت. يعني انت عشرة. بس المرات هنا جاء من الدبت. يبقى دي استعارة متنية. بس بتوحب ايه بمدى اقبال الناس على العمل وحبهم للعمل. طب ليه ما ابرزت الامل والتفاؤل برض. بس مش استعارة الصراحية. طب ليه ما هتدول على جمال الطبيعة. اصلاها مش تشبيه ضمن. يبقى ناس تبعد. اصلاها برضو طب ما هي ممكن نقول كناعا عن حبهم للعمل. اه بس ماشي كناعا موصوف. ده كده صف. يبقى الاجابة الصحيحة هناك رقم آآ. الاجابة الصحيحة رقم ايه آآ. السؤال يقول له كده هاي. يعني حالته كانت الغضب. لما قال له هاي هاي نتائج التعليم ولا ستشطت تلميزه غضبا ولا غميتك الس какой تكوط ولا ان الفلاح لا يزعل الا للدرب. ولا اهتمام وزارة المعارف بتعميم التعليم. وزارة المعارف اولاد زمان اللي هي وزارة الترباة والتعليم كانت اسمها وزارة المعارف كانت بتجمع بين وزارتين اتنين وزارة التعليم ووزارة الثقافة وزارة التعليم ووزارة الثقافة فكانوا بتلكوا عليها وزارة المعارف يبقى الإجابة طبعا هي واضحة قدامكم هي رقم باء الإجابة رقم باء طب عزيز الطالب عزيز الطالب اقترع عنوان آخر القصة دي لهذا القصة هل يطرع هي القصة اسمها في الكطار الكاتب قال كده على أطلقها في الكطار عايزيني تسميها اسم تاني او افتر عنوان اخر هل يطرنقولوا الصحبة الحلوة هل نقول الكطار والاصدقاء هل نقول حوار في الكطار هل نقول اراء متوافقة طيب الصحبة الحلوة هم كانت صحبة حلوة أصر ومفاتر لا طبعا القطار والاصدقاء هم مش اصدقاء أساسي اراءه مكادش متوافقة بدليل التلميس كان مختلف عنهم اه يبقى حوار في الكطار يبقى هي الأنسب على طول الإجابة حوار في القطار طب يا طرأ خذ بالك كده عزيزي الطالب حدد سبب غضب الرجل الشركاسي هو الرجل كان يتدايق ليه؟ الشركاسي ده كان يتدايق ليه؟ لا طرأ لأنه لم يولي أو لم يولي طبعا فعله مضارع مجزومه على مجزمه هنا حسفر في العلة يعني لم يعطي أرهد الاهتماما لحديثه ولا حدد رد التلميذ عليه التلميذ كان برد عليه بطريقة يعني شديدة ولا رفض الكاتب اعطاءه الجريدة عشان الكاتب مردش يديره الجريدة لا ده هو خطفة منه ولا خبر جريدة واد النيل بالتعليم التعليم طبعا هي الإجابة قدامك زهرية على الشاشة خبر جريدة واد النيل بالتعليم التعليم صعبان على ومش عايز الحكومة تهتم بتعليم لألف الله الثاني آخر عزيزي الطالب السؤال بقول لك كده استندج الهدف من وراء خبر وزارة المعارف المصرية التعليم التعليم ومحاربة الهمية هي ايه الهدف؟ وزارة التعليم كانت عايزة تنشر التعليم ليه وتعامل التعليم لكل طبقات الشعب عشان تساوي أبناء الأغنية والفقراء في المعاملة ولا رقي الشعب المصري من خلال تعليم جميع أبنائه ولا تنفيذ أوامر منظمات حقوق الإنسان ولا إخماد صورات الشعب ضد الحكومة لا طبعا لما نجي نشوف إخماد صورات الشعب دي طبعا إيه إجابة غير صحيحة يبقى أنا هتعمل بقى على أساسة الاستبعاد طيب تنفيذ أوامر منظمات حقوق الإنسان لا ما لهاش علاقة خالص طيب هل يقترى تسوي أبناء الأغنياء والفقراء في المعاملة؟ لا مش في المعاملة لو كانت في التعليم كنا نأخذها يبقى الهدف من أن وزارة المعارف بتهتم بتعميم التعليم ومحاربة الأممية من أجل رقي الشعب المصري من خلال تعليم جميع أبنائه لما الفلاح يكون متعلم طبعا حينتق أكثر واهتم بأرضه أكثر ويقدر يبقى عنده حاجات للتوعية ويقرر طبعا نشرات اللي وزارة الزراعة بتنزلها للتوعية إلى آخره سؤال آخر عزاة الطالبة عزاة الطالبة دليل على أن الكاتب تأثرة تأثرا شديدا بما ظهر في الكتار هل يترى أنه نازل من الكتار في محطة غير المحطة؟ يعني وكان عزاة نزل في محطة تانية؟ ولا غضبه الشديد وسوراته على الرجل الشركسي؟ اهتم أحد بنزوله من الكتار لأنه كاد لا يسمع صوت دوي الكتار وصفيره يبقى إيه الدليل على أن الكاتب تأثرة تأثرا شديدا بما ظهر في الكتار؟ أنه ما سمعش أنه أكاد لا يسمع صوت دوي الكتار بالرجوع إلى القصة هنلاقي رقم الإجابة رقم إيه؟ رقم أولاد رقم دال سؤال آخر عزاة الطالبة عزاة الطالبة السؤال بقول لك ما دلالة وصف؟ ما دلالة وصف؟ الكاتب اللافان دي اللافان دي بينظر لملابسه طورا والمسافرين طورا تأثرة أخرى الواد اللي كان عمال يبص لملابسه هل يطرى بيدل دلالة الوصف؟ هذا بيدل على خوفه أنه كان خايف ولا بيدل على غبائه ولا بيدل على غروره ولا بيدل على قلقه واحد عمال يبص نفسه فرحان بنفسه يبقى دليل على إيه؟ على الكبر والفخر ويدل على الغرور يبقى لإجابة أولاد رقم جيم سؤال آخر عزيزي الطالب عزيزي الطالب السؤال اللي بيقول لنا إيه؟ شوفوا سؤال الجميل ده منبين الإسلوب اللي استخدمه الكاتب في القصة اللي جعل القرى يعيش أحداث هذا في القصة وده بقى لكم كده الحوار المتخيل ولا الحوار المتبادل ولا تبادل الحوار بين الشرقس والكاتب وما تكلمش مع الكاتب الكاتب كان عايز يتكلم أه بس ما تكلمش ولا الوصف على الإنسان الكاتب لا طبعا الإستوب اللي استخدمه الكاتب هنا في القصة اللي جعل القريب يعيش الأحداث هو الحوار المتبادل ما بين التلميذ والشركسين وكذلك أيضاً العمدة سؤال آخر عزيزي الطالب أي اللغة التي استخدمها الكاتب هنا؟ هنستخدم اللغة الفصيحة والقريبة من لغة الحياة؟ ولا أستخدم لغة فصيحة بس؟ ولا استخدم اللغة الفصيحة والفصحة؟ ولا العمية فقط؟ طبعاً الكاتب هنا استخدم لم يتناول اللهجة العامية أو اللغة العامية أو اللهجة العامية ولكن استخدمهم الفصحة藍ي بتبقى لغت الكل يليل عقلها لغت الزرع ولكن يستخدم اللغة الفصحة الطبعا بتبقى عامله بسيطة زي اللغة بتاعت لغة الصحفة وولاية اليومية فقاموا على لغة فصحة نكون قد انتهينا من قصة في القطار لمحمد طيمور كما تعلمونا قصة الكنيسة نورة بتتكلم عن الوحدة الوطنية واللي كتب القصة دي إبراهيم أسلان وانت عارفين إبراهيم أسلان ولد سنة 1935 وتوفيه سنة 2012 يعني أريم وهو أحد كتاب القصة القصيرة وهو من جيل الستنيات في مصر وولد إبراهيم أسلان في بقرية من إحدى قرى محافظة طربية بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية ونشأ وترعرع في القاهرة وخاصة في إمبابا وله أعمال قصصية معروفة ومشهورة زي بحيرة المساء وكذلك وردية ليل ولي روايات زي مثلا الحزين وعصفر الجنة وحبرطين وصالة وغير ذلك من الأعمال الأدبية التي كتبها إبراهيم أسلان وزي ما أنتم تعلمون هو حصل على جهاز الدولة للتقدرية في الأداب سنة 2003 طيب هيا بنا عزيز الطالب لنتناول قصة الكنيسة نورة طبعا الكنيسة نورة دي بتتؤكد أولاد عن الوحدة الوطنية والمسيحيين والكاتب هنا انتهز فرصة شهر رمضان المبارك ليبين لنا مدى مشاركة الأسرة المسيحية للمسلمين المتمثلة في العم منصور فيه طبعا في الجلسات طبعا كانوا يجلسون على الشاطئ نهر النيل وكذلك أيضا فيه طبعا كانوا دايما بيعودهم يشربوا الشاي وكذلك أيضا بيجمعون حوائبهم ساعة الصحور وكانت عائلة العم منصور طبعا كانت مجورة لأسرة الكاتب وكانوا دايما بيهتموا بتزيين الحارة أو الشارع زي ما احنا كده بنعمل كان زمان يعني دايما بنقعد نزين الشوارع بالورق بتاع رمضان والزينا الرمضانية والفونيس بتاع رمضان وكل سنة وانتوا طيبين طبعا لأن انتوا عارفين نص ده جميل قوي وطبعا كون سنة طيبين بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل عدل الله علينا وعليكم وعلى جميع الأم العربية بالخير واليوم والبركات زمان كان النهر مكشوفا للعيان وزمان كلمة زمان شوف دي كلمة زمان تدل يعني على شدة الشو والحنين حتى احنا كده كجيل نقول لها زمان كل حاجة زمان وتدل على تأصل الكاتب بجزوره الماضي فتدل على الشوك والحنين ودي تبتشير إلى مبدأ مبادئ القصة القصية كان النهر مكشوفا أي صهرا للعيان وزمان كان أهالي البابة بدونا صهراتين طوال شهر رمضان على طول شاطئ الممتد أي المنبسط يعني وعكسان منحسن يغادرون الحواري يعني يتركون الحواري وهم يحملون ساعة ما تلاوهم يحملون دي تعرفنا دي جملة حال على كل جملة إسمية يحملون الحصر والقواني وكلمة القواني مفردها آنية الأولاد يلعبون وهم يتسمرون يبقى جملة هم يتسمرون جملة حال جملة إسمية هم مبتدأ وجملة يتسمرون خبر الجملة كلها في محنان صفحان واشربون الشوك معنا حوائجهم وكلمة حوائج هنا أولاد مفردها حاجة وحائجة حاجة وحائجة ونكشف عنها في حوائجة ساعة الصحور ويعودونا وكانت عائلة العام المنصور المسيحية شوف العام المنصور بتدل على حميمية العلاقة بين بين الكاتب وكذلك أيضا عام المنصور المسيحية التي تجاورنا وعكسات تبتعد عنها سواء في البيت أو في قاعد الشاطئ أو جلسة الشاطئ وكانوا يساهمون أي يشاركونا في الكروش القليلة التي يجمعها الأولاد من أجل تزيين الحارة تزيين يعني تجميل عكسات تشويه وتقميح ولا يفترون إلا وإحنا بمزيين الحارة برضا أولاد أبداً استعارة مكنية استعارة مكنية ثور حركة أنها عروس تزيين ولا يفترون إلا مع الأزان شوف دي كناية عن المشاركة الوجدانية كناية عن المشاركة الوجدانية لا يفترون إلا أسلوب كاسر وسيلة النافع والإسناق في التوكيد أولاد وكنا نتبادل وكنا نتبادل ألواح الصاد التي نروس عليها نرتب عليها الكعكة والباسكويت والغريبة برضو كمان في آخر رمضان كده كانت الناس بتهتم بمظاهر العيد وكنا بالعيد يعملوا كعكة وباسكويت وأيضاً غريبة ونتبادل حملاء للفرن القريب ونظل حتى الصباح حتى حيش يؤكلوا مننا بالوحي ونتبادل الزيارة يوم العيد زمان ومن أكثر صور تلك الأيام التساطة بزاكرة دي تدل على مدى تأثره بذكريات الماضي وزاكرة أبناء جيلي من أهالي المنطقة تزارنا مدفع الإفطار على نشاط النار وكنا نتجمع عشرات الأولاد على الحف على جانب الشاطيان وكان الشاطئ الممتد بنته بالحناء أي كلمة الحناء عكساء ميلي وانحراف وعكساء اعتدال تحت جبر إنبابة الكبير وداخل هذا الحناء كان مدفع لرمضان الرابط أي المقيم لا يبين منه شيء لا يبين منه شيء لا يبين شيء من أسلوب قصر لذلك لم نكن ننظر هناك بل كانت عنا مصوبة أي متاجهة في تركب عبر النهر إلى مبنى شيء بمختفي المبنى شيء بمختفي ده اللي هو الكنيسة الكنيسة شيء بمختفي دي كان موصوف له الكنيسة وكان يكون النهر طفحة ممتلئا والماء مثقلا بطانيا الفوار وتكون الدنيا صيفا يبقى زمن القصة ده كان في فصل الصيف والدليلك على كده البلحة الأحمر طلع وكذلك أيضا الفيضان النهر وتظل عيوننا معلقة أي موجهة ومرتابطة وتدل على التنكيز والاهتمام بذلك المبنى الشبه المختفي له الكنيسة فجأة تعرف إعراب ثابت حال زي معنا وجميعا فجأة تعرف إعراب ثابت تعرف حال زي معنا وجميعا وبغتة وحده تضع نوافذه النحيلة المتبعدة عبر الفرو والأغصان وبينهم التبار حينئذ نهالن حينئذ على طول تعرف على طول عز الطالب على طول أن دي صار في زمن يبقى جملة بعدها في محل الجر مضاف إليه يعني تعرف حال في غناء موقع الكنيسة نورت الكنيسة نورت وده يتنب التكرار طب تعالي كده نشوفه مع ذلك النورة المحمر النوافذ والغناء يطلق والغناء يطلق المدفع الرابط عن نحنة النهرة طالقة قوية لأصادة لو أصادة الصوت يعني راجع يعني حينئذ نميل جمنا في محل الجرم مضاف إليه باكسادين إلى هناك ونرى دخنا الكثيف الأبيض وهو يغادر مخبأه ويروح ياسح كثيفا على سطح الماء وصديق إدوار الخرار اتصل يقول كل سنة منتطيب وأنا سألته عن اسم تلك الكنيسة التي كان يمكن رؤيتها من إنباب الزمان وهو يقول إن الزمانك حيث يقيم ده اتنبى الاعتراض بإن شرطتنا لا يوجد بها إلا كنيسة تلعزراء وكلمة تلعزراء أولاد يعني البكر البكر أولاد لم تتزوج وعكسها ومقابلها ثيب أو متزوجة بالمرعش لي قلت لم أعد أراها قال أن المباني حجبتها أي أخفاتها هيا بنا عزيزة الطالبة عزيزة الطالبة نشوف بقى كده الأسئلة في ضوء نواتج التعلم فأنا بنتعامل معاك أنها نص متحرر هات مراضي في ضوء فهمك للجماعات في سياقها هات هات معنى كلمة الممتد في الفترة الأولى مكتوب عندك أهي شعر لا تقول شاطير ممتد هل يطار كلمة الممتد هنا تعني المستمر ولا تعني الطويل ولا تعني الممبسط ولا تعني الممفتاح طبعا أنا سامعك عزيزة الطالبة على طول بتقول الإجابة رقم جيم اللي هو الممبسط الإجابة رقم جيم اللي هو الممبسط سؤال آخر عزيزة الطالبة عزيزة الطالبة السؤال بقول لك ما يزل لوني باني فيه لا يفترون إلا مع الأزان لا يفترون إلا مع الأزان هل يطار هل يطار لا يفترون استعارة مكنية طبعا الإجابة خطأ استعارة صراحية هل يطار التشبيه ضبني هل يطار كناية لا يفترون إلا مع الأزان طبعاً دي كنا يا أولاد عن المشاركة للوبدالعي يبقى الإجابة رقم دان الإجابة رقم دان سؤال آخر عزيز الطالب عزيز الطالبة السؤال والإستنتج ما يفيده تعدد العطف وكنا نتبادل ألواح الصاجة التي نروس عليها الكحكة والبسكتوت الغريبة العطف هنا تلمت بيعدد وينوع عزيز الطالب تعرف أن العطف هنا ليه التنويع لكن لو كان المعنى واحد تعرف أن تقول المعنى للعطف هنا ليه التوكيد يبقى هنا العطف هنا أولاد تلمت بيه النوع يبقى العطف ليه التنويع سؤال آخر عزيز الطالبة عزيز الطالبة مضاد كلمة نتبادل نتبادل كنا نتبادل ألواح الصاد التي نروس عليها نتبادل هل يطالبها مضادها نهمل هل نمنع هل نأخذ هل نترك طبعاً سامعت نتبادل يبقى عكسها على نترك عكسها الرقم دان يا أولاد نترك سؤال آخر عزيز الطالبة عزيز الطالبة سأل بلك عليهم يدل تعبير كاتب عائلة العم منصور المسيح يساهمونها في الكروش القليلة ده بيدل على إيه؟ بيدل على محبة وموادة رائعة من أجل الزينة الرمضانية؟ هل يدل على محبة وموادة رائعة من أجل الزينة الرمضانية؟ هل يدل على مراعاة الجيرة من أجل الزينة الرمضانية؟ هل بيدل على محبة وموادة رائعة من أجل الخروج من نوزها؟ عائلة العم منصور المسيح يساهمونها في الكروش هما بيساهموا الكروش ايه الاجابة رقم الف. الاجابة رقم الف على طول. الاجابة ولاد رقم الف. طب ليه خدت الف. مصر هو اصلا يقول لك يدل على محبة ومودة رائعة من اجل زينة. هم يقول لك يسمون ابو الكرش وما هو الكرش ليه عشان الزينة. لكن دي من اجل الافطار? لا. هل دي من لعات الجيرة? لا. هل ديت من اجل الخروج للنزل? لا. يبقى من اجل ايه الزينة الرمضانية رقم الف. هل العلاقة الطيبة? طبعا اه واحد يقول لي الاستاذ. وانا ممكن اخد اطلاق اطلاق المدفع والافطار. ماشي. بس اطلاق المدفع والافطار. وانت انت هتفطر لكن ايه? عام منصور هيفطر? لا. المشاركة والجنان لن منتفعش العلاقة الطيبة لا. لكن انتظار وفرحان. يبقى الاجابة اولاد انتظار وفرحان. انا بنتظر مدفع الافطار. وبقى فرحان وسعيد لان احنا ايه? هنفطر وهكذا. يبقى الاجابة رقم الف. السؤال الاخرى عزيزة الطالبة. السؤال بقول لنا كده. استنتج دليلة استخدام الكاتب كلمات. كلمات مثل الواحي الصاجية ويشربون الشاي والبلحة الاحمر. هل يقترد كلمات دي بتدل من اللغة تعتبر اللغة قريبة من نغة الواقع. وللغة قريبة من لغة الفصحة. وللغة قريبة من لغة التراث. وللغة قريبة من لغة المثقفين. طبعا كلمات دي كلها قريبة من لغة ايه? الحياة بلغة الواقع. يبقى الاجابة رقم ايه? رقم الم. السؤال لي بعد كده بقول لك ايه? باين نوعي الخيال وقيماته الفنية. القيم الفنية. تزين الحارة. هل دي اعتار استعارة متنية صور الحارة بانسان يتزين او عروس يتزين. واسر جمالها التشخيص وتوحي بالفرحة والسعادة. بحلن شهر رمضان. ولا هل هي تشبيه بليغ? لا اعتمد مش تشبيه بليغ. هل استعارة استرحية? لا مش استعارة استرحية. هل مجاز مرسل الوقت الحالية? جعل تزين الحارة ديليل على الفرحة? لا 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 لا. يبقى الاجابة اولاد رقم ايه? رقم الف. الاجابة رقم الف. سؤال اخر. شو بقى سؤال بقى كده? بداية الكاتب بكلمة زمان ثم تكرهها بعد ذلك. هنا سؤال مقالي بيدل على ايه? بيدل على ارتباط الكاتب الشديد. سؤال مقالي اهو بالجزور. بجزور الماضية الذي لا ينسى. وتدل على ضرورة التمسك بالقيم والاصالة. التي الكاتب تكون قد غابت عنا حينا في زمننا لهيه الحد. ودائما الكاتب بيقررها على التأكيد على شدة التعلم بليه بيلمض. السؤال بعد كده بيقول لنا ايه? دلل على ان القصة عمل فني يتميز بحكام البناء. الدليل على ان القصة عمل فني يتميز بحكام البناء اولاد. هل الشخصيات محدودة والتعبير في غاية الايجاز? لا. هنا لا. الفرق هنا احطيت لك لا. الشخصيات محدودة والتعبير في غاية الاسهاب يعني التطوير. هل يطرر الشخصيات متعددة والتعبير في غاية التوضيح? طبعا انا نسمعك بتقول اه القصة فني بيتماس بحكام البناء. يبقى لان الشخصيات فيها محدودة اي قليلة يعني. والتعبير فيها بيكون غاية الايجاز. سؤال جميل ورائع. سؤال اخر عايزة الطالب. استنتج برعة الكاتب في توظيف كانت زمان. تبي يؤكد على ان ما سيتحدث عنه موجود كما كان من قبل. ولا ليبرر لنا حبه الشديد للماضي وكرهه للحاضر. ولا ليؤكد ان ما يؤكد عنه موجود كما كان من قبل. ولا ليبرر لنا حبه الشديد للحاضر وكرهه للماضي. بص كده. بص الايجابة مرة تانية. استنتج برعة الكاتب في توظيف كلمة زمان. هل يطرى? هل يطرى مرة تانية. يؤكد على ان ما سيتحدث عنه كان موجود. موجود كما كان من قبل. ولا ليبرر لنا حبه الشديد. ولا يؤكد على ما يستحدث عنه. لم يعد موجودا. ايوة الاجابة رقم يا اولاد. رقم جيم. سؤال اخرى عزيزة الطالبة. عزيزة الطالبة. السؤال يقول لك احدد مصدر موسيقى او العلاقة الموسيقية. اسمه مصدر موسيقى او العلاقة الموسيقية او الزينة السوطية. هي هي. الاولاد يعجون. وهم يتسمرون. هل سجعوا اسدواج؟ السجع والاسدواج لايكت الا في الناسر واخد بالك. السجع والاسدواج لايكت الا في الناسر. والتصريع وحس تقسيم لايكت الا في الشعب. اه اذا سجعوا اسدواج ولا جناز واسدواج ولا التصريع وحس تقسيم ولا سجع وحس تقسيم. طبعا جيبوا دول واستبعدوا. ليه؟ لان التصريع خاصة بالشعب وحس تقسيم خاصة بالشعب. السجع هنا خاصة بالناس بس حس تقسيم خاصة بالشعب. يبقى انا عندي ألف أو ما؟ يا الأولاد يلعبون وهم يتسمرون اتفاقنا يتفاق وصيب أساجع أو في نفس الواقع يصدواج يبقى الإجابة أولاد رقم ألف. سؤال آخر عزيزة الطالبة عزيزة الطالبة. السؤال جولينا المحرك الأساسي لأحداث هو الراوي. وتظهر في نهاية القصة شخصية صديقه إدوارد. استنتج من العبارة السابقة سما من سماعة القصة. هل التكسيف والتركيز؟ هل محدودية الشخصيات والأحداث؟ هل قفرت الشخصيات والأحداث؟ ولا الإسهاب والتطويل؟ طبعا أنا سمعك بتقول على طول محدودية الشخصيات والأحداث. سؤال آخر عزيزة الطالبة عزيزة الطالبة السؤال بيقول لنا السؤال بيقول لك كده علامة يدل تكرار الكاتب الفعلي كانت ده بيتدل على تكرار فعلي كانت بيدل على التأكيد على الأخلاق الجميلة ولا للتأكيد على السلوكات العامة ولا للتأكيد على عادات البالية ولا التأكيد على العلاقات الأسرية طبعاً إيجابة على طول تلعب بسرعة رقم ألف التأكيد على الأخلاق الجميلة سؤال آخر عزيزي الطالب بيقول لنا إيه حدد الفكرة الرئيسة للفكرة الثالثة أو من أكثر سؤال تلك الأيام التساكم بذكرة وذكرة أبنية جيلي الفكرة الرئيسة هنا هل تبادل التهاني؟ هل يطرق سهرات رمضانية؟ هل ذكريات خالدة ولا انطلاق مدفع الافطار؟ ركز معايا ركز معايا أيضاً سامك بتقول لذكريات خالدة رقم جيم ذكريات خالدة، السؤال بعد كده بقول لنا كده استنتج مظاهر الوحدة الوطنية من خلال الفكرة الأولى ما قدامك الفكرة الأولى هاي؟ قدامك هاي؟ الفكرة الأولى هل يطرق مشاركة العائلتين فيما يفعلان؟ هل تبادل ألواح الساجة الخاصة بالكعك؟ هل الافطار وقت الأزان؟ ولا القعد على الشاطئ؟ طبعاً الأعام والأضاك هي رقم ألف مشاركة العائلتين فيما يفعلان سؤال آخر عزيزي الطالب نسألوا لك حدد المبدأ الذي تشير إليه كلمة زمان اللي مبادئ من مبادئ القصص الخصير هل مبدأ الصدق؟ لا طبعاً مبدأ التشويق؟ لا طبعاً التكسيف والتركيز؟ أيوة التكسيف والتركيز يعني الكاتب بيركز هنا دون أن يتناول أي أفكار جزائية يبقى التكسيف والتركيز وليس إحكام البناء سؤال آخر عزيزي الطالب حدد الاتجاه الفكري للكاتب هل الاتجاه الفكري للكاتب؟ هل الاتجاه فلسفي؟ هل الاتجاه ديني؟ هل الاتجاه وطني؟ هل الاتجاه ثقافي؟ لا طبعاً الإجابة صحيحة تجاه وطني بيكلم عن الناحية الوطنية سؤال آخر عزيزي الطالب حدد اللون بياني كان المهر مكشوفاً للعيان هل تشبيه بليل؟ هل الاستعارات صراحية؟ هل مجاز مرسل؟ هل كناية؟ أيوة المهر مكشوفاً للعيان يبقى دي كناية عن صفا كناية عن صفا كناية عن صفا اللي رقم ده السؤال الأخير أو الأبل الأخير من أين استمد الكاتب من أحدد من أين استمد الكاتب بقرة رؤيته عند سردين الكصة؟ هل من فكرة اختلاط الكاتب أفراد المجتمع؟ ولا من فكرة وحدة الشعوب العربية من زناشقة الخليقة؟ ولا من فكرة وحدة المغات والتاريخ والمصير؟ ولا من فكرة وحدة شعب المصري الذي لا يعرف التفرقة؟ أيها عزيز الطالب الإجابة رقم دان برفع عليك أولاد الإجابة رقم دان خلاص بقينا سؤالين السؤال بيقول كده ظهر الحوار في هذا القصة اللي يضح الفكرة المراد التعبير عنها وهي تغاني المدنية وتمثل فيه الكاتب وعم منصور ولا الكاتب وصديقه ولا عم منصور وإدوار ولا الكاتب والأطفال طبعاً أنا سمعك بتقول لي رقم با الكاتب وصديقه سؤال آخر عزيز الطالب عزيز الطالب سؤال آخر عزيز الطالب السؤال بيقول لنا كده صور البلح الأحمر والفيضان دليل على أن زمن القصة كان الربيع الخريف الصيف طبعاً الشتاء طبعاً الصيف الإجابة الصحيحة الصيف سؤال آخر عزيز الطالب استنتج من خلال الفقرة الأولى سمة من سمات القصة القصيرة هل يعترق لغة الحياة اليومية هل التكسيف والتركيز هل تفاصيل إنشاء والبناء طبعاً قصة القصيرة دائماً بتعتسم بالتكسيف والتركيز سؤال آخر عزيز الطالب بتكشف القصة عن سمام في شخصيتي الكاتب وصديقه أدوى هل كلاهما خبير بتقوص دينيين كلاهما فضول وثرثار يعني كسر الكلام كلاهما اتماع ومتعاون كلاهما خجول ومنطون طبعاً حزفنا يا المنقوص هنا كلاهما خجول لأنه نكرم مرفوعة اسمعته في مرفوعة يبقى الإجابة رقم ألف الإجابة أولاد رقم ألف سؤال آخر عزيز الطالب عزيز الطالب سبب تميز القصة بمحدودية الشخصيات الأحداث لأن المحرك الأساسي الأحداث هو العام منصور بجانب شخصيات صديقه أدوار ولأن المحرك الأساسي الأحداث هو العامل الذي يطلق مدفع الإفطار ولأن المحرك الأساسي الأحداث هو صديق الكاتب ولا لأن المحرك الأساسي الأحداث هو الروي بجانب شخصيات صديقه طبعاً إجابة رقم دي لا سؤال آخر عزيز الطالب عزيز الطالبة السؤال هي يقول استنتك دلالة عبارة وتظل عنا معلقة بذلك المبنى شبه المختفي دي بتدل على إيه التراكب والانتظار بتدل على الخف والحضر التكسيف والتركيز الاهتمام والتركيز طبعا أنا سمعك بتقولي على طول التراكب والانتظار طيب سؤال آخر عزيز الطالب عزيز الطالب بين الأسلوب اللي استخداموا الكتب في الفقرة الرابعة اللي جعل القرق يعيش أحداث القصة ولا يتمكن من عقد مقارنة بين الأجيال هل يطرى؟ السؤال بيقول لنا كده بيقول لنا كده الوصف على الإنسان كاتب القصة والحوار الداخلي ولا الحوار المتخيل الذي تبادله الكاتب مع صديقه ولا الحوار المتبادل بين الكاتب وصديقه ولا تبادل الحوار بين إدوار والعن منصور طبعا إجابة رقم جيم يا أولاد سؤال أخير آخر سؤال أول خلاص استنتج دلالة حرص الكنيسة على نرة مصابح ليه كان بتبطنير الكنيسة مصابح يدل على مدى التسامح والمشاركة الوجدانية بين أنصراء الأمة ولا للدلع الحلول للصلاة وبيتتالي اهتداء الناس ولا يدل على مدى الرغبة في إضاءة الكنيسة والمشاركة في الصلاة ولا بيدل على مدى الترابط الجميل الذي يجمع بين المسلمين طبعا إجابة رقم أولاد رقم ألف الإجابة رقم إيه ألف آخر سؤال عزيزة الطالبة آخر سؤال على ما يدل ذكر شخصية الصديق أدوار في نهاية القصة التأكيد على مضمون الوحدة الوطنية الرائعة ولا التأكيد على مضمون الفرحة الرائعة بقدوم شهر رمضان الفضيل ولا التأكيد على مضمون المشاركة الاجتماعية في تسيين الشوارع ولا التأكيد على مضمون المفارقة بين الموضوع الحاضر سؤال جميل يبقى الإجابة أولاد رقم ألف اللي هي رقم ألف اللي هو التأكيد على مضمون الوحدة الوطنية الرائعة اللي تتربط بين المصريين وبذلك عزيز الطالب عزيز الطالبة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم ولا نلتقي قريما بإذن الله تقبلوا مني أطيب تمنياتي لكم وبالتوفيط إن شاء الله كان معكم أستاذ محمد الصاوي إدارة شرق طنط التعليمية وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته